اهلا معكم شاهدين الكرام في القناة المتجدد يوميا مع برنامج همزة وصله وكما تعودنا يوميا أن نتعرف على أبرز الموضوعات وأهم الموضوعات طرحا على الساحة من خلال فتح ملف جديد ربما يتعلق بالشأن المحلي أو أقليمي أو العالمي على حسب أهمية الموضوع أيضا في البداية نقوم بتجذيب الشائعات التي تنطلق على مواقع التواصل الاجتماعي وبما أننا على عتاب العام الدراس الجديد إذن نحن على وشك فايد من الشائعات المتعلقة بشأن الأمور التعليمية برغم أننا تشبعنا كثيرا عن درس السنوات السابقة من هذه الشائعات إلا أن المتعمرين لا يكفون عن هذا الأمر أموما شائعة اليوم تتعلق بإعادة فتح مراكز الدروس الخصية مركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد عدم صحة هذه الشائعة فالشائعة تقول إعادة فتح مراكز الدروس الخصية أمام الطلاب خلال عام الدراس الجديد الحقيقة تقول وزارة البيع والتعليم والتعليم الفني كانت أن هذه الشائعة غير صحيحة وتؤكد أنه لا توجد أي اثنية لإعادة فتح مراكز الدروس الخصية خلال عام الدراس الجديد باعتبرها منشآت تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين ونوضح أنه تم توفيره بدائل تعليمية مقننة لظاهرة الدروس الخصية من خلال مجموعات التقوية داخل المدارس هذا هو الرد الرسمي من وزارة التعليم والتعليم الفني حول هذه الشائعة إذن عملية وجود أي مركز للدروس الخصية هو أمر غير قانوني للمزيد من تفاصيل ينضم إلينا هاتفياً أستاذها نبين شحاتة مسؤول الملف التعليم الجريد للهرام يعني أستاذها نبين تعودنا مع بداية العام الدراسي كثير من الشائعات هذه الشائعة تتعلق بعادة فتح مراكز الدروس الخصية حتى تحت أي مسمى يعني هناك تحايلات واستغلال كبير لثغرات قانونية يعني ماذا حول هذا الأمر؟ وزارة التربية والتعليم الحقيقة من أكثر الوزارات اللي بتتعرض يعني اللي كم هائل من الشائعات يعني مش هنقول يومياً ده بمعدل مثلاً كل ساعة بيبقى فيه شائعة بتتم نفيها سواء من وزارة التربية والتعليم أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وطبعاً ده مش غريب يعني إذا كانت حاجة بتتعلق بمستقبل أولادنا فأكيد يعني قوة الشرة هتبقى الهدف الرئيسي بالنسبة لها هو يعني الإشاعات المغرطة ضد كل ما يفضل من تطريف وزارة التربية والتعليم طبعاً ما حضرتك ذكرت في المقدمة أن وزارة التربية والتعليم يعني عاملة بدائل كثيرة لمواضحة ظاهرة الدروس القدسية ويمكن وزارة التربية والتعليمية الدكتور طريق شوقي هيعلن خلال ساعات منظومة متكملة لمجموعات التقوية داخل المدارس بشكل جديد بحيث أنها تكون يعني خط اتفاع الأول ضد هذه المراكز فكيف يتم كل هذا التطوير وكيف يتم كل هذا الطرح من البدائل وفي نفس الوقت نقول هيعاد فتح المراكز الدروس القدسية هذه المراكز أطلاً وضعها غير قانوني والقائمين عليها ليس لهم علاقة لا بالتعليم ولا بالتربية والتعليم دول عبارة عن مافيا يعني عاملة هذه المراكز لتحارب كل تطوير يحدث في الوزارة أو حتى خلق جديد يعتمد على التحكير والإبداع والفهد أكثر من الحفظ والتلقيم فبالفعل في هذا التوقيت بيتم إعداد منظومة للمجموعات التقوية بشكل جديد بالإضافة للمنصات الألكترونية الوزارة التربية والتعليم أعلنت عنها كبديل أيضاً آخر في حالة يعني إذا جائحة كورونا استمرت هذا العام أو حتى من غير جائحة كورونا فهذه المنصات الألكترونية ستفيد الأطفال من رياض الأطفال لحد ثلثة ابتدائي ومن ربع ابتدائي لحد ثلثة أعدائي وبعد كده المرحلة الثانوية بشكلها الجديد هذا العام لأن طبعاً المرحلة الثانوية هداشها التطوير كبير خاصة في ثلثة سنوية اللي امتحاناتها تبقى ألكترونية والتصيح ألكتروني ويبقى فيه فرص للتحكير ففيه خلية نحل بتعمل فوزارة التربية والتعليم من أجل يعني التطوير ومن أجل أن يبقى فيه ددائل لمواجهة هذه الظاهرة والآكل الغريبة على مجتمعنا المصر وهي مراكز الدلوط التحكير نعم أستاذة نيفين شحاتة مسؤول ملف التعليمي في الأهرام باشكو حليك شكراً جزيلاً على هذه المدخلة وتوضيح أن كافة المراكز للدروس خصية هو أمر وعمل ممارسة غير قانونية وبما أنها غير قانونية إذن إياه تواجه كافة المسؤوليات التجريمية في حالة تجاوز هذا الأمر عموماً مشاهديننا الكرام جاء دور ملف حلقة اليوم العالم في ظل الصورة الصناعية الرابعة بيشهد تقنيات حديثة على مختلف المجالات ومختلف الأصائد وبالتالي هناك تطورات لابد أن تطبقها كل دولة كي تلاحق راكب التكنولوجيا العالمي في كافة المجالات وعلى كافة الأصائد في قطاع الزراعة تحديداً مصر وضعت روتوكوليات متعددة لتطبيق تقنيات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وهي أول مرة وسابقة في تاريخ مصر حتى يتسنى لقطاع الزراعي بأكمله الاستفادة من كافة هذه الخدمات هذا الذكاء الاصطناعي في الزراعة تسألك كثيراً كيف يكون وكيف يطبق الاستفادة منه الأهداف التي يمكن تحقيقها المدى الزمني لتطبيق مختلف أنماط ونظم الذكاء الاصطناعي وسائل الذكاء الاصطناعي متعددة وكثيرة ومع ذلك هناك ضرورة لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه النظام نسمى سؤال حلقة اليوم سيكون كيف يسهم استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الزراع أعيد السؤال مرة أخرى كيف يسهم استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الزراع هذه التطبيقات وهذه البروتوكولات وهذه النظمة التكنولوجية بالتأكيد ستكون لها تأثير على نواحي كثيرة سواء من استفادة المزارعين أو الرقعة الزراعية أو المنتج والمخرجات الزراعية هذه الأمور جميعا سنتعرف عليها من خلال المداخلات الهاتفية وسيكون معي على الهاتف الدكتور محمد فهيم وسيكون معي أيضا الأستاذ خالد حسن أبدأ بدكتور محمد فهيم يعني دكتور محمد يعني بعد التحية أهمية التوسع في عملية تطبيق نظم الرخمنة في كافة القطاعات وتعديد على مستوى الزراع بكتور محمد رحيم بشكر حضرت جدا على تطبيق القرصة أننا نتكلم في أمر يعني بعيد شوية عن التعاب بالناس يعني طوع الزراع وإمكاني استخدام تكنولوجيا التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمزارعين وده الهدف الأساسي من موضوع التحول الرقمي أن تكون الخدمة المقدمة للمزارع خدمة رقمية نعم لغاية دلوقتي فيها كلا كتير بتقول علاقة الزراع والقلع والمحاصيل والثمار والجمع والحصاد والتسميد أنها تكون خدمة رقمية أنا بتكلم على مجتمع كبير جدا مجتمع الزراع في مجتمع كبير وتكلمنا على مساحة فأنا بتكلم على تسع مليون فدان بتكلم دول المساحة الأرضية لو مساحة محصولية لأن أنا بزرع كذا عاروة في السنة فأنا بتكلم على تقريبا سبعة تسع مليون دان ينتج عنها ملايين عشرات الملايين من الأطنان من المنتجات الزراعية نعم كل هذه الزيتا أنا بعتبر أن دي بيانات موجودة هذه البيانات إلى الآن لم يتم استيعابها في قاعدة بيانات موحدة نعم فأول حاجة لو قدمت أعمل حص لكل مفردات الكطاع الزراعي والأنشطة الزراعية في مصر فأقدر أعرف رسم الرجلية فأقدر أعرف أنسك إيه إمتى وفين وإمتى أوزع محاصيلي إمتى أوزع الأسنة ده المبيدات اللي لها تلفي ده على مستوى القومي يعني موضوع التحول الرقمي الهدف الأساسي منه على المستوى القومي أن يكون فيه حص وإدارة ناجحة لمفردات الإنتاج الزراعي رقم اتنين أن المزارع اللي في موجود الآن في قريته أو في مجتمعه اللي في أواخر يعني على بعد مئات الكيلومترات من مزارة الزراع يقدر يوصل له معلومة المعلمة ده بتقوله أن بكرة يحصل كذا الحكاية دي عفونا دكتور يعني بكرة يحصل كذا احنا بديتكلم كده في الراي بديتكلم فيه المناخ والطاقس وبنتكلم فيه الخدمات التي ستقدم أم ماذا عن كذا بالضبط انا بتكلم عن الخدمات اللي تقدم بالمزارة على كل مزارة رقمية تقريبا لا يملك التليفون سمارت يعني تليفون ذاكي اللي هو الأندرويد هو أو ابنه أو أي حد جنبه يعني أنا الأداءة موجودة عندي أنا الآن في الوقت مش قادر يستغل لها يعني تقدر يستغل لأداءة موجودة تعليم في إيد الناس كلها بتقول لي أن بك فقط لغير أنك تنشئ نظام رقمي ده على مستوى المجرعة دي حضرتكم أما على المستوى قومي إحنا في حاجة مستوى جداً وخاصة مع توسع الأفضل في الأقاضي الزرافية ومع إذاقة مساحات جديدة ومع في دلوقتي مبادرة أو اتجاه كبير بالدولة وفي الخيار السياسية في موضوع توفير المية والتحول من الرائد الغمر إلى الرائد الحديث كل الأمور دي محتاجي يكون عندي حص دقيق لكل الأنشطة الزراعية بما فيها المساحات والتراتيب المحصولية والسلميات الأسمدة والأصناف وتوزيعها وعدد المزارعين وتصنيفهم وتصنيف السربة كل الصفة دي محلاجم يتركوا بعض البيانات بكل الخرائط بتاعي الزراعة خارجة الزراعة في شكلها إيه؟ حتى أنا أقدر أستخدم ده الوقت المناسب تماماً أن أنا أبتدأ أخشي فعلياً في موضوع التحول الرقمي في قطاع الزراع ولا يسا في المكتبات والخطابات وكلام لا في قطاع الزراعة نفسه من حيث المدخل أو المدخلات والمخرجات كلها دكتور محمد فهيم وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعة أرجو أن تظهر مع الهاتف وبنتقل الأستاذ خالد حسن الأستاذ خالد رئيس تحرير جريدة عالم رقمي يعني أستاذ خالد كلمة الرقمانة في حد ذاتها هي كلمة في تفاضة تحتاج إلى تفسير ضقيق بحسب توضيحات دكتور محمد يعني مسألة الرقمانة في الزراعة تم توضيحها لكن إذا ما تعملنا بنظم التكنولوجيا والرقمانة وما إلى ذلك مع قطاع المزارعين اللي يتفاوت في مستوياته التعليمية والثقافية والمعرفية يعني كيف يتم توعية بهذه الرقمانة وأبعادها وأهميتها على مستوى هذا القطاع وما الذي تم إلى الآن عدادا لتطبيق الرقمانة الكاملة في مصر طبعا في البداية لازم نؤكد أهمية قطاع الزراعة سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو على مستوى استعاب العمالة في قطاع الزراعة من هنا بتجي أهمية التحول الرقمية على محورين في قطاع الزراعة المحور الأولاني محور تطوير خدمات الزراعية سواء المقدمة للفلاح أو مقدمة للمواطن المحور الثاني محور بناء القدرات الخاصة بالفلاح البطري بالنسبة للمحور الأولاني زي ما حدث أشارت كده الزكاة للفلاح بتستخدمه تمك سواء كفائية بين وزارة الوطني وزارة الزراعة لفلاح الماضي بخصوص التعاون بين المركز الوطني بين مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة هدفوا استخدام الوطني ثلاث حاجات أول حاجة إن إحنا إزاي إن إحنا نستخدم تكنولوجيا الرأي الحديث في إن إحنا نوسع أو ترشيد المياهة طبعا توسيع الرقع الزراعية الثاني حاجة إن إحنا إزاي استخدام الزكاة التصناعة في عملية الحص الزراع بانتخدام البطمة الطائفية إن إنا أعرف المحاصيل اللي تنزل عندي بالوقت الحالي إيه هي وإيه المطلوب مني إن إنا أترع أو إيه المطلوب إن أنا ما اترعوش الكموسم اللي جاي ثالث حاجة إزاي إن أنا أتخدم الزكاة التصناعة في عملية التنوع خوط بالتقس وده طبعا بيفيد الفلاح جدا بعملية الحصار للمزوريات بتاعك أما عن مستوى تقيني حضرت مستوى بناء القدرات الفلاح فحضرت زي ما أشفت كده الجانب التعريف يمكن البعض بيظن أن الفلاح المصري ما زال بعيد عن التكنولوجيا ولكن تتطورك أن عندنا 100 مليون مستخدم للإنترنت 100 مليون مستخدم الموبايل و50 مليون مستخدم للإنترنت أكيد أخواننا الفلاحين مستخدمين جيدين للتكنولوجيا بشكل ما أو بآخر يمكن إحنا بنتكلم عن سهولة التكنولوجيا اليوم ومن هنا جاء برضو التعاون بين الوزارتين والزراعة اللي هم يعملوا أبريكيشا موبايل يقدر أنه من خلال أبريكيشا موبايل من خلال الثور والأرقام يقدر الفلاح يتعرف على إزاي يحصل على البزور بتاعته ومنستلزمات الزراعة إزاي ممكن يحصل على حسيته من الاستماد وحاجات زي كده إزاي ممكن الفلاح يعرف الأسعار بتاعة المنتج بتاعه واللي ممكن يبحث أقرب سوق ليه خاصة مع إطلاق الفورسة الزراعية اللي أطلقها وزير التوامين خوالي من الأقصر نعم الحاجة الجميلة أنه هو إزاي بتضرب الفلاح النهاردة عندنا برامل تدريبية بين الوزارتين متضرب الفلاح على التقدام البسيط للتكنولوجيا إحنا مش عايزين الفلاح متطلوب أنه يبقى مبرمج صحيح يستخدم التكنولوجيا اللي تفيده معلومتية يعني معلومتية نعمل دورات تدريبية للفلاحين في الحقل بتاحهم إزاي تستخدم الأبليكيشن موبايل دوت عشان يفيدك ويساكلك حصولك على مستلدماتك كمان يمكن طبعا مع انتقال العسامة الإدارية جديدة الوزارة بتعاون مع يعني كافة الوزارات ومن موزارة الزراع عم نعمل عملية تدريب لموظفين الموظفين الشغالين في ضغطة نفسها إزاي هنتكلم عن مسألة التدريب والتأهيل أستاذ خالد أرجو أن تزار معي على الهاتف وأرجع لدكتور محمد يعني دكتور محمد مسألة تطبيق الرقمنة والزكاء الاصطناعي بشكل عام هي بالتأكيد بتقوم بإنشاء قاعدة بيانية متسعة حضرتك تكلمنا عن قاعدة البيانات دي بتشمل إيه تحديدا واستفادة الفلاحين من قاعدة البيانات دكتور محمد يبدو أن هناك اتصال انقطع مع الدكتور محمد نستطيع تواصل معه وعودة للأستاذ خالد أستاذ خالد نتكلم إذن عن عملية الإعداد والتأهيل والتدريب اللي بتتوجه إليها الدولة على مختلف القطاعات تحديدا قطاع الزراعة لتطبيق نظم دكاء الاصطناعي أو عمليات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة زي ما حالك أشارت كده أهمية التدريب والتأهيل للكواد البشرية إحنا مش هدفنا أن احنا نعمل مجرد ما كان للخدمات وبس لا إحنا عايزين كمان الموظف اللي بيقدم الخدمة دي يكون مؤهل إن هو إزاي يقدمها بشكل إيجابي لأن الأسف إحنا لما بنعمل على إحلال للورقة بالشاشة في الكمبيوتر بمكان الورقة وبدوما أهل الموظف اللي وراء الشاشة ده بيتبقى ما عملاش حاجة بالنهاية بيتبقى السيطة معطل بيبقى الخدمة ودوء قداش بشكل كامل ولكن الهدف من التحول الرقمي إن الخدمة تروح للمواطن أينما كان وفي أي وقت هو عايزه مش إن هو المواطن يضطر إن هو يروح للخدمة أو مكان المقرر حكومة أو مقرر وزارة الزراعة عشان ياخدوا خدمة بتاعته فهو ده فلسفة التحول الرقمي الخدمة تروح للمواطن أينما كان في الوقت اللي هو عايزه مش في الوقت اللي الممكن بتكون الخدمة متاحة فيه عن طريق الموظف وبالتالي عملية التدريب زي ما قلنا كده للموظفين الزراعة مستمرة بقالها أكتر من سنتين في الواحد السنتين اللي يتم تأتيب تدريب وموظفين الزراعة خاصة الجزء منهم اللي هينتقفل على التدريب الجديدة بإذن الله تقريبا عن مطلع السنة الجديدة بإذن الله يمكن كمان إحنا زي ما أشرنا كده إن قطاع الزراعة بيتستوع بعدد كبير جدا من الموظفين وبيتستوع بعدد جدا من المواطنين والعملية في قطاع الزراعة الأمر هيتستغرق أعتقد أكتر من سنتين كمان عشان نوصل لعملية التأهيل الكامل لكافة موظف الزراعة ولكن إحنا ارتدينا والدورات الأونلاين أعتقد ممكن تحل مشكلة كبيرة جدا من اللي هو البعد الجغرافي ثانيا الأبليكيشي موبايل اللي احنا تتكلمنا عليه وقولنا اللي هو هيتم يطلقه بإطار البوابة أو منصة مصر الإلكترونية حيثه بكلمة دواتي عادة تأهيل بوابة وزارة الزراعة أستاذ خالد هنتكلم عن عادة تأهيل بوابة وزارة الزراعة والتطبيقات اللي هتطلقها وزارة الزراعة وتعاملات المزارعين أصلا مع التطبيق الرسمي اللي هيطلق أو إذا كانت هناك تطبيقات مثيلة أو خدمية هنتكلم في هذه النقطة أرجو أن تزال معي على الهاتف وعودنا لاتصال بدكتور محمد فهيم يعني دكتور محمد ونا بنتكلم عن أن نظام الزكاة الاصطناعي بالتأكيد بلشق قاعدة بيانات عريضة بتشمل إيه قاعدة البيانات وكيفية الاستفادة منها هل هي فقط بتقتصر على المنتجات وقطاع الزراعي سواء زي ما أوضحت حدك في بداية المدخلة مسألة الري مسألة التعليمات مسألة المواسم وما زلك أم ماذا عن قاعدة البيانات والاستفادة منها وتعامل المزارع والاستفادة منها أيضا بس أنا ما كنت متابع الأستاذ خالد لنستطن وضع شوية بس هو عموما في معلومة أن تعاليا وزير الزراع الحالي يعني جاب مستشار مخصوص للتحول الرقمي يعني في وظيفة مستشار الزراع دولا تسمعها مستشار الوزير للتحول الرقمي يعني الكلام ده تقريبا من أسابيع يعني مش كثير يعني الوزارة كجهد رسمي لا حتى في اعتبارها أن موضوع التحول الرسمي أضبح لا محالة أمر مفروغ منه إيه هو المنتج اللي هيطلع لما يحصل التحول الرقمي المنتج اللي هيطلع اللي هيبقى في إيدينا إيه اللي هيبقى في إيدينا زي ما قلت حضرتك في المدخلة الأولى أن أولا أنا عندي تقريبا سبعتاشر مليون فتان مزرعين بمئات الأصناق والأنواع من المحاصيل وبينتجع لهم زي ما قلت حرك ملايين للأطنان من المنتجات الزراعية لازم أعرف أعرف المين البداية إيه المحاصيل المنزرعة إيه الإنتاجية المتوقعة توقيتات وجودها تصرفها أودها فين أودها سوق محلي ولا أصدرها جودتها الشكلية كل ده كل ده مش هقدر أعمله إلا ما يكون فيه قاعدة بيانات واضحة وضقيقة وبتقول لي أنا أنا ثروت الزراعية رايحة فينه جايبنا ده دكتور محمد ده على مستوى الدولة وضبط الزراع بتحديده على مستوى المزارع نفسه كيفية الاستفادة من هذه القاعدة وهل قاعدة بياناتها تكون متاحة للمزارع نفسه من خلال التطبيقات اللي هتم بثها على الموقع الرسمي أو على الجزء المحمول بالضبط في مزارع تانية بالنسبة للمستوى القومي موضوع الثروة الحيوانية تعدادها وتوزعها وترخمها وأعمارها وأوزنها وراحة فين وجاي منين والكلام ده كله برضو نفس الموضوع أما بالنسبة للمزارع شعاليا في بعض التطبيقات الموجودة أندرويد موجودة في إيس بعض المزارعين أو المهندسين بصرف النظر عن درجة دقسها ولكن موجود تعالين ولكن ما فيك إلى الآن تطبيق رسمي مع الجهات الرسمية اللي هي وزارة الزراعة بتقدمه المزارع أنا أزارا دلوقتي محصول معين أعوز عرف سعر النهاردة إيه سعر النهاردة سعر السوق ما يكونش تاجر اللي يقولي موالتاجر ذا أنا ممكن ما ت Settocho ليكون عنده مصلحة لقلس سعر أقل من الحقيق فأنا أعوز عرف أسعار السوق أعوز عرف متوسطأسعار السوق خلال الفترة اللي فاتت أو خلال نفس الفترة من السنة اللي فاتت ده ممكن أعرف كمان أسعار متوسطة عشر سنين لمحصول معين أقرر كمجارع أزرع المحصول ده الله مجرعه ما كان عاصلي المثال يعني فبالتالي الأسعار مستلزمات الانت كميتها مصادرها أسعارها أحيانا يا فنز في مشكلة جبيرة جدا في القطاع الزراعة في مصري وإحنا كلنا فلاحين وعارفين أنه في يعني بخل كبير في موضوع المعلومات يعني المعلومات المتاحة للمجارع المصري أو عن المجارع المصري معلومات بغض الوقت معلومات بسيطة لا تتناسب تماما مع حجم وإنتاج وأهمية القطاع الزراعي سواء على مستوى الاقتصاد القامل أو على مستوى الاقتصاد الأبراض المجارع المصري هو الوحيد اللي في ظل أزمة كورونا هو الوحيد اللي في ظل الأزمات الموجودة هو الوحيد اللي مزان متماسك بينتب مريقفش أبدا عن زراعة أرضه محدد الشاف أن الناس سابت أرضها بايرة محدد تتفكر فهذا المجارع بحاجة مثل نكون معلومة دقيقة تكون مش مجرد فقط معلومات أساسية عن الأسعار لا معلومات عن الموسم الزراعي الأسبوع اللي جاي يا فرد يا دكتور مش مبادرة فيش أي قطاع أو أي دولة هتتأخر عن تطبيق تكنولوجات الدكاء الاصطناعي بالتأكيد هي هتخرج خارج من منظومة ومصر يعني من أولئات الدول اللي بتبادر لأنها الدول النامية اللي بتبادر لتطبيق مستاذين النظم عموما وصلت رسالة دكتور محمد فهيم وكيل المعمل المركزي المناخ الزراعي وبرجع للأستاذ خالد حسن يعني أستاذ خالد مع عصر الرقمنة وعصر الخدمات تكنولوجيا المتعددة وإطلاق الكثير من التطبيقات على أجلس الاندرويد وأجلس المحمول بشكل عام بالتأكيد بيحصل عملية لابس فيه مسألة التوجيه والخدمات احنا اتكلمت حضرتك عن مسألة إعداد وتأهيل موظف وزارة الزراع أو القائمين على موضوع الرقمنة في وزارة الزراع ماذا عن تأهيل المزارعين ومطلقين رسائل وزارة الزراع وهل التعامل هيكون مع البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الزراع أم من خلال التطبيقات اللي ستطلقها الوزارة هو بسؤال هيتمن الموضوع التطوير على مستويين مستوى الأولين مستوى تطوير البوابة الإلكترونية وزارة الزراع بحيث يكون هي المرآة للوزارة دي سواء للمزارع اللي داخل مصر أو للمستثمن اللي بيبكر إنه هو يستثمر في قطاع الزراع في مصر يعرف إيه هي جهود الوزارة يعرف إيه أراضي المطرح للزراعة مشروع المليون فدان المغترض إنه هو يتم رأيهم بالغيح بالنظم الرأي الحديث في المواقع حكومه إزاي ممكن مستثمر يستفيد منهم الخدمات اللي ممكن المواطن يحصل عليها سواء بقى المواطن ده كان فلاح أو مستهلك إزاي ممكن يحصل عليها من أقرب مكان دي لأن ده هيكون في إطار الأفريكيشن موبايل أو التطبيق المحمول لحيث أشرط إليه وده هيكون هتضمر مجموعة من الخدمات أول خدمة طبعا مساعدة الفلاحين على أن هم يتعرفوا على المؤاملات الزراعية بتاعتهم ومكافحة الأفات والحشرات ومؤعيد الزراعة بتاعتهم والري والحصاد وكده الموضوع الثاني طبعا أو الخدمات الثانية الخدمات الخطة بيبيع المنتجات بيهم سواء في البورصة بورصة المنتجات الزراعية أو بورصة طبعا تحقيق قطاع الزراعة سلعية وتزعارها نعم ولاك قطاع المجالي الداجي وقطاع الحيواني وقطاع السمكي وقطاع كمان بندفل قطاع الخلول العربية وصلت نعم يا أستاذ خالد عفوا فقط هو ضيق وقت المداخلة لكن وصلت الرسالة عموما لاستفادة على مستوى الطرفين واستفادة المزارع قد تكون بتأكيد هي الهدف الأول لتطبيق هذه النظام أستاذ خالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمي باشكو حدكشك جزيل على هذه المداخلة مشاهدين الكرام بعد أن تعرفنا عن بعض المعلومات حول مسألة الزكاء الاصطناعي والاستفادة على المستوى العام مستوى القومي الدولة وعلى المستوى الخاص مستوى المزارع نفسه من هذا النظام التكنولوجي الحديث دعونا نتعرف على بعض الأراء التي تواصلتنا من حضراتكم على موقع التواصل اجتماع على الفيسبوك نستعلق بعض من هذه الأراء دكتور عبد الراضي حجازي بيقول استخدام تكنولوجيا الزكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الزراعة الخاصة في تنظيم الصوب وتغذية الزراعة بالمواد الطبيعية المكانات الطبيعية خليها من أي مواد كيميائية توسيع رقعة الصوب خاصة في المناطق الصحراوية لأنها تحتاج لأماكن ذو فناء متسع تؤدي تلك الصوب لأكبر إنتاج في توسع الزراعة والصناعة الزراعية في منطقتين وسط مصر وجنوبها بشكر حياة دكتور عبد الراضي هذه المعلومات هامة جدا لأن عملية استصلاح بالتكيب بتحتاج إلى معلومات وتقتصر فقط على التقنيين والخاريين المتخصين سازة نانا يوسف معنا بتقول بساعد على تحديد المشكلات سرعة حلها أيضا ترشيل استيلاك المياه وبشكر حياة ديك على هذه المداخلة وده فيما تعلق بالمياه أم عمر الشيخ بتقول يساهم زيادة المحصول جودته العالية خلوم الأفاة ترشيد المياه أيضا وهي خدمات أوضحها المشاركين بشكر حضرتك أكرم حمودة بيقول أن التكنولوجيا هي تطور مزهل والذكاء الاصطناعي هو شيء مهم وطبعا في قطعة زراعة بالتحديد بالنسبة للمحاصيل للفطريات المياه التجارب في البرمجيات لتطبيق وزراعة محاصيل جديدة التعرف بالعين بالتأكيد مهم وخصائص الطربة والطقس معايد البذر والحصاد وإضافة إلى التوفير هذه التكنولوجيا في الروبوتات والمال والمستقبل من جهد وعرق المزارعين واهتمام الكليات بهذه الاتجاهات بتأكيد دي نظم بدأت تطبق أستاذ أكرم اللي هي الزكاء الاصطناعي في النظم العلمية وده مستهدف في قطاع التعليم العالي بالتأكيد باشق حقيقة هذه المدخلات أستاذ علي محمود بيقول بنرجو تطبيق الزكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات الحكومية قبل الزراع هو مطبق بالحقيقة أستاذ علي على مختلف قطاعات ولكن احنا ما وصلناش إلى منتهى هي كلها المراحل الحقيقة وكان لابد من إعداد البنية الأسية والبنية التحتية لهذا النظام فالزكاء الاصطناعي ليس يعني مجرد عمل يتم من خلال فنو السحري وإنما هي إعدادات مسبقة وتعيلات وعموما الدولة في اتجاهها لتطبيقه بالكامل على مدار العام والعام المقبل ناخد رأي أخير مع أستاذ محمد طواب أهمية مساهمة تقنية معلومات التكنولوجية في الزكاء الاصطناعي بتكلم عن تطوير قطاع الزراع في المسلم ومعرفة الطقس والرأي ودي خدمات عرفناها والنظام الآلي والصوب والاكتفاء الزاتي والتصدير ومعرفة احتياجات القادمة وما إلى ذلك بشكو حضرتك أستاذ محمد على هذه المداخلة والحقيقة المشاركات هامة جدا لأنها أثبتت عملية معرفة ووعي المواطنين بمختلف القطاعات والأعمال بهمية تطبيق الزكاء الاصطناعي وعلى التحول إلى عالم الرقمنا نستقبل المداخلة هاتفية من دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي دكتور أشرف يعني بعد التحية الزكاء الاصطناعي بالتأكيد له أبعاد كثيرة وتطورات متلاحقة حضرتك برضو تكلمنا عن مسألة تطبيق هذا النوع من التكنولوجيا في قطاع الزراع احنا تكلمنا عن مسألة الاستفادة والخدمات المقدمة سواء استفادة الدولة أو استفادة المزارع الإضافات والتطورات ومن وجه تتصر حضرتك المدى اللي ممكن يتم التطبيق الكامل فيه لهذا النظام من التكنولوجيا أهلا بحضرتك ومشاهدين الكرام في الواقع أن الزكاء الصناعي واستخدام الرقمنة بؤدي في غاية الأهمية في جميع المجالات ومنها الزراعة بالتحديد نعم ده يعني هام جدا في ظل تزايد عوامل عدم التأكد واللايقين الموجودة سواء في مجال التنبؤ بالتغيرات المناخية والترابط مع استخدام التقنيات الحديثة مثل الصوب والزراعة المحمية وضبط درجات الحرارة والرطوبة وضبط الظروف المحيطة بالتربة وكذلك هام جدا في مجال ترشيد استخدام مياه الري وتطبيق وسائل الري الحديثة سواء من ري بالتوقيت أو ري محوالي أو ري بالرش كذلك مهم في مجال مقاومة الآفات ويعني مقاومة الآفات المختلفة سواء الحشرية أو المرضية نعم كذلك يرتبط ارتباط كبير في الواقع بتطبيق يعني أشياء أهم جدا في الزراعة المصرية في الفترة الأخيرة منها على سبيل المثال تطبيق نظام كارت الفلاح الزكي الذي يعني يوفر للمزارع وقد سبق أن تناولته ذلك في حلقة من حلقاتكم المتميزة نعم وكارت الفلاح الزكي الذي يوفر للمزارع المسلمات الإنتاج يحل مشكلة تقدر اشتباك بين الحائز والمستأجر لمختلف الزراعات الرقمنة في غاية الأهمية في الواقع عايزين نتكلم معنا يا دكتور في إطار وحضرتك خبير في مجال الاقتصاد الزراعي تحديدا يعني الاستفادة الاقتصادية عوائد تطبيق الرقمنة والزكاء الاصطناعي واستفادة المزارع الاقتصادية خصوصا أن حضرتك عارف أن إحنا كمصريين يعني عندنا ارتباط وثيق دائما أو كثيرا بالتقاليد والعادات والمتبع وبنستسهل اللي إحنا نعرفه مسألة الانتقال للتطور بتكون إلى حد ما عند البعض ذات بحذير أو تخوفات معينة فعوائد الاقتصادية هتكون إزاي دكتور دي نقطة هامة جدا الحقيقة لأن العوائد الاقتصادية مرتفعة جدا من خلال بعد أساسي هو أصلا زيادة الانتاجية لأن الانتاجية لما تزيد لدى المزارع بتحل المشكلة التي أشرت إليها حضرتك وهو التعود على التقليد في الأمر وعلى ما تعارف عليه الآباء والأجداد ضحيح إنما يمكن كسر هذه الحلقة من خلال لما يدم تحقيق زيادة بالانتاجية ومن خلال يوم الحق ومن خلال الحقول الإرشادية وعندما يرى المزارع بنفسه أثار تلك التقنيات على زيادة الانتاجية وبالتالي تحقق الفائدة للطرفين سواء للمزارع أو للدولة من حيث تحقيق أهداف الأمر الغذائي وتحقيق نسبة مرتفعة من الاتفاق نعم طيب دكتور إحنا بنتكلم على عملية الاستفادة استفادة المزارع في مسألة التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقه إحنا متأكدين والواقع بيفرض هذا الأمر إن عملية التطبيق الرقمنة والذكاء الاصطناعي وهذه النظم التكنولوجية الحديثة لم يعد خيارا لدى أحد يعني خليني نتكلم على الشق التاني بقى في حالة عدم الاستجابة والتعامل مع النظم الذكاء الاصطناعي يعني الأضرار اللي ممكن تلحق بمزارع في هذا القطاع العريض قطاع الزراعة سواء بقى من ناحية ما يتعلق بالسرور الحيوانية أو ما يتعلق بالمحاصيل وما لذلك والري وزي ما ذكرته حضراتكم هذا أهم في الواقع جدا لأن الزراعة الآن زراعة حديثة ولا نستطيع أن ننتصل عن التطورات الحديثة بالزراعة على سبيل المثال موضوع الأمراض الأمراض عابرة للقرات وأمراض حيوانية مختلفة وأمراض بالنسبة للسروة الداجينة كل ذلك يمكن مواجهته من خلال عملية الرقمنة والزراعة الحديثة الآن الزراعة الحديثة تطورت جدا هناك زراعة في قاع البحار وفي قاع المحيطات لم تعد مجرد الزراعة في التربة العادية يعني يجب أن نكون مطلعين على أحد سلك التقنيات وعلى علاقة بها والمزارع المصري لدينا تجربة في مركز المخص الزراعية باستخدام تقنيات الزراعة الخديثة والزراعة الخديرة والراتكون يعني من خلال الموبايل يمكن نقل التقنيات الحديثة إلى المزارع حتى لو كان أمياً يستطيع التعامل مع الموبايل كوسيلة إرشادية تواجه حتى مشكلة نقص المرشدين يعني إذاً دكتور هو تعامل مع الزكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لابد من خلال متابعة اليومية والمواكبة الإلزامية لكل ما هو حديث ومتطور وما سيبس أيضاً وزي ما أوضحه أوضحه ضيوفنا من خلال المدخلات التفية عبر البوابة الرسمية لوزارة الزراعة بشكر حديثي شكراً جزيلاً دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعة العزيم مدخل على هذه المعلومات ومشاهدين الكرام الرقمنة والتحاول التكنولوجي والتحاول التكنولوجي وزكاء الاصطناعي أمور والأخير في هذه القصة لأن العالم ستحرك سواء كانت بتطبيقات خدمات معرفة بيانات قواعد معلومتية مسألة تصقيف وما إلى ذلك كانت هذه حلقة اليوم من برنامج همزة وصل وقبل أن أترككم أعرض على حضراتكم سؤال حلقة الغد والسؤال يقول كيف تسهم جهود الدولة في مواجهة السيول في الاستفادة منها وحماية المواطنين وعيد السؤال مرة أخرى كيف تسهم جهود الدولة في مواجهة السيول في الاستفادة منها وحماية المواطنين بشكر متابعينا في برنامج همزة وصل والتواصل معنا وإبداء الأراء على همزة وصل يجي على الفيسبوك دائما ننتظر الكثير من المشاركات إلى اللقاء في حلقة الغد ولكم عمل جديد دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة